السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ودائما صلي على الحبيب قلبك يطيب مع برنامج رحمة للعالمين على قناة الرحمة الله عز وجل أسأل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول قولوا أمين تعالى النهاردة نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نتعامل مع الناس على قدرهم بمعنى بطلنا النهاردة أو البطل اللي معنا النهاردة من كبار اليهود سيد من أهل اليمامة ابن ناس ورجل ثريد وغني من الأغنياء وله كلمته سرية محمد بن مسلمة وهي عائدة أمسكت بهذا الرجل أسيرا حيث كان يتجه من اليمامة إلى مكة لآداء العمرة وزيارة البيت الحرام على عقيدته هو وعلى شرعه هو قبل الإسلام وإس بهم يؤسرونه وهم لا يعرفونه ثم جاءوا به إلى المدينة المنورة رزقني الله وإياكم الزيارة قريبا يا رب تكرارا ومرارا فربطوه في سرية من سوار المسجد يعني في عمود من أعمدة مسجد سيدنا النبي فسيدنا النبي مجرد ما رأى الرجل مربوطا اندهش سيدنا النبي فوجئ قال لهم أتدرون من أصرتم تعرفين من ده الله قالوا من يا رسول الله قالوا إنه ثمامة ابن أثان سيد أهل اليمامة الحنفي يا سلام يا رسول الله ده يهودي ما في مشكلة يا رسول الله ده مش مسلم ما عم فيش مشكلة ده سيد يعني عمدة كبير فعلته ورجل ابن ناس حلوه الله لم يعرض عليه رسول الله الإسلام لا 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 فك الرجل ده فحلوه ثم ذهب أمر صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن أن يأتين له بطعام بسرعة هتيلوا أكل ياكل الله ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقحته ايه لقحته يعني بناقته فحلب منها وسقاه ايه ده ده أنا أنا لو لائي كلمة أكثر من كلمة رحمة للعالمين كنت جبته صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله شوف سين النبي قال حلوه ده عمدة ده كبير عيب اللي عملته ثم أطعمه من طعامه ثم سقاه من لبن ناقته صلى الله عليه وسلم وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ماذا عندك يا ثمامة ناوي على ايه تعمل ايه قال له يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم يعني لو أتلتني ذا دم يعني ايه اهلي مش هيسبوكم انا ابن ناسه من عيلة وورايا رجالة وان تنعم لو اكرمتني يعني وعفيت عني تنعم على شاكر يعني ايه تنعم على شاكر يعني هكفأك ورد الجميل عشرة وان اردت مالا فسل من المال ما شئت اعطيه لك يعني انا مش فرق معي اي حاجة فسيدنا النبي قال له اتسلم قال اما هذه فلا فسيدنا النبي تركه اول يوم طبعا بيأكل ويشرب من الالبان او من لبا ناقة النبي بركة ويشاهد الصلاوات في المسجد والدروس والذكر والصلاة على سيدنا النبي وسيدنا النبي تعمد ان يتركه في المسجد ليرى تاني يوم ماذا عندك يا ثمامة ايه رأيك حنيت ولا لسه النبي عايز يقوله كده صلى الله عليه وسلم شوف صبر النبي لم يأمر بقتله لم يزجره لا 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 من رحمة مهداه ونعمة مستاهة ازاي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك قاله نفسك كلام يا رسول الله ما غيرتش موقفك ان تقتل تقتل ذا دم شرحناها وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد مالا فخذ من المال ما شئ سيدنا بهريرا بقى كان من الجماعة بتوع الصفة الفقراء المساكين بتوع اهل المدينة بيقول فقلنا في انفسنا قلنا النفسين كده مع بعض والله ان اكلة من جزور يعني من جمل في فداء ثمامة خير لنا من دمه لو الرسول يقبل منه الفداء ما هو كان الاول بالناقة والجمال لان ده كانت رؤوس الاموال فالسيدنا بهريرا بيقول لو جيه جمال ويسيبناه وطرقناه وعفونا عنه ده افضل لنا هنعمل ايه بدمه لما نقتله يعني ده انا اخد اكل كده من جمل من اللي ارسلوا اليه فداءا له يعني وعيد قال له افيد لينا في اليوم التالت النبي سأسلم شوف الصبر ماذا عندك يا ثمامة قال له ما فيش كذا 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 تقتل تقتل زادم ان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد مالا فسل ما شئت اعطيك اياه عارف سيدنا النبي في النهاية قال ايه قال اطلقوا صراحة يا اطلقوا صراحة ثمامة فانه سيد ابن ناس وعمدة ثمامة مش مصدق نفسه ده كان بينه بين القتل ايه شعرة كان بينه بين السيف تكة فشاف لقى نفسه طليقا حرا طليقا عارف عمل ايه ثمامة خرج الى اقرب بئر ثم اغتسل غسل الاسلام وتوضأ وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا الان اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله لا تعليق دائما كما اقول هنا ساسكت قليلا واستنبط انت من الدروس ما شئت في رواية النبي قال له ما منعك ان تدخل الاسلام من البداية قال له حتى لا يقول الناس انني اسلمت من خوفي او تحت ضغط فاحببت ان ادخل الاسلام بحرياتي يا رسول الله انا ذاهب للعمرة فامرني بما شئت قال له اعتمر على شرعنا على اسلامنا فشرح له رسول الله العمرة وذهب ثمامة بكل شجاعة وجرأة ودخل مكة ملبيا معتمرا فكان اول من لب واعتمر في الاسلام اول عمرة واول تلبية كان السبق لسيدنا ثمامة بن اسلامه بقى سيدنا بقى فاهل مكة سمعوا بقى كاتل عمرة بتاعتهم غير دي خالص شعائر غير دي نهائيا سمعوا بقى لبيك اللهم لبيك يا رب اكتبهانا السنة دي يا رب في كل سنة يا رب لا ولبيك لا شريك لك لبيك فقالوا من اقتحم علينا عاريننا واخذ كل منهم سيفة وخلاص هيقتلوه قالوا لا 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 اتدرون من هو انه ثمامة بن اسال سيد اهل اليمامة الذي يطعمنا من ميرته اترك ان الاكل بتاع مكة بيجي من اليمامة وبيوقع عليه ثمامة بن اسال قالوا ان قتلتموه لننجر الى حرب عظيمة ويقطعوا عنا الطعام والميرة الاكل والشرب ناكل من اين فقام بعمرة كاملة تامة ثم وقف امام الناس وامام قريش في وسط مكة الله على الهداية الله على الجمال الله على الرحمة شوف رحمة سيدنا النبي وصلته الايه قال والله ورب هذا البيت قالوا اصبأت قال ما اصبأت ولكن اتبعت دين محمد فهو الدين الحق ووالله لن تصل اليكم منا حبة قمح واحدة كانوا بيستوردوا اكلهم منين من اليمامة دي ما كان اسم اليمامة كبيرهم ثمامة قال ورب هذا البيت لن يصل اليكم منا حبة قمح حتى تدخلوا الاسلام جميعا او يأذن لكم رسول الله دا حصار اقتصادي عام من اجل الاسلام اه ثم عاد الى اليمامة وقطع الطعام وكاد اهل مكة ان يموت جوعا جفت ضروع الحيوانات وجفت ازداء النساء وبدأت الاطفال ان تموت والكبر ان يمرضوا فبعثوا الى رسول الله انظر الى العزة يا رسول الله نعلم انك واصلا للرحم وتحض عليه مر ثمامة ان يعيد الينا الميرة والطعام والقمح سيدنا النبي كممكن يمسك فيها كممكن يجوعهم كممكن يعذبهم الا ان النبي بكل حب وريحية ورحمة ارسل الى ثمامة يا ثمامة اعد الى قومي ميرتهم الى ايه الى قومي وفي رواية الى اهلي دا كفار بس قومي الله رحمة مهداه ونعمة مزداه ورحمة مزداه عادت الميرة الى اهل مكة واكلوا وانبتت الارض وارسلت السماء وضحك الاطفال وامتلأت ضروع الحيوانات باللبن وامتلأت ازداء النساء باللبن وبدأت الحياة تدب في مكة برحمته صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن ثمامة ابن اثال في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشاهد شوف اخلاق سيدنا النبي وشوف سيدنا ثمامة ولما اراد ان يخدم الاسلام اخدم الاسلام على قدر ما تستطيع وعلى قدر ما تجد فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداه وعلى النعمة المزداه الى ان نلتقي في موقف جديد باذن الله اترككم في رعاية الله ودائما صلى على الحبيب قلبك يطيب اشوفكم على خير باذن الله والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته